داري مبادرة حكومية لتوزيع قطع راضي سكنية على المواطنين في العراق مع داقليم كردستان يبدو أنها تأخذ طريقها نحو التنفيذ وفق آخر البيانات الحكومية خالد بتان وزير التخطيط وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء بيّن أن المجلس صوت على آلية توزيع الأراضي السكنية ضمن المبادرة وأن المشمولين بها سيحصلون على قروض سكنية ميسرة تم التصويت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري وسيتم توفير قروض للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية من المصارف الحكومية وهذه الأراضي القرار في وزارة الأعمار والإسكان بأن تكون أراضي مخدومة فيها بناء تحتية والخدمات الأساسية وفق آلية معينة سيتم الإفصاح عنها من قبل وزارة الأعمار والإسكان بالتفصيل بينما كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن سابقاً عن غلق التسجيل على قطع الأراضي ضمن مبادرة داري وأكد أن عدد الاستمارات المستوفية لشروط التسجيل بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستين ألف وتسعمائة وواحد وعشرين استمارة مواطنون عبروا عن استغرابهم من غلق باب التقديم خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع مشاككين بإمكانية شمولهم أو شمول أقارب لوحدات سكنية ضمن مبادرة داري بل وصف بعضهم المبادرة بالدعائية توجهنا وقدمني عبر الإنترنت والحد الآن ماكو أي اللي أنا بلكياها كأصدقاء كأقارب كمعارف الكل قدمت بس لحد الآن ما أجاني شخص وقال أنا طلعت لي بالتقديم إطلاقاً فإحنا نريد أنه شي صحيح أنه صحيح أنه أكو شخص مستلم حتى تكون نقناعة مدعايات انتخابية اللي إحنا سوصلنا نقناعة كشعب أنه هي دعاية انتخابية الغرض منها فقط لتجميل الوضع هاي المبادرة هي أولاً هي أوكي مبادرة حكومية بس يعني أغلب المقدمين على الأراضي ما طلعت أسماهم ولي طلعت أسماهم أما تكون بالوساطة أو تكون شوف يعني هم أشخاص محددين طلعت أسماهم بالنسبة للأراضي اللي وزعتها الحكومة العراقية فيعني باعتقاده هاي أول وتالي هي مبينة أنه دعاية انتخابية أو مجرد مثل ما نقول حقنا التخدير للشعب تشكيك العراقيين بالمبادرات الحكومية له جذور وفق قولهم حيث كان توزيع الأراضي والوحدات السكنية مادة دسمة في الحملات الإعلانية للمرشحين في مختلف الدورات الانتخابية السابقة كما أطلقت الحكومات المتعاقبة وعودا أضخم مع بداية عمرها أو مع نهايته لكنها لم تتحقق فيما توشيك بغداد أن تشهد انفجارا سكانيا وفق مختصين حيث تجاوز عدد السكان فيها 9 ملايين نسمة في حين تحاول الحكومة الحالية امتصاص التكدس السكان من خلال طرحها مشاريع سكانية عدة لبرنامج بالعراقي سرمد القاص الحرة